اشتركوا في القناة ينضم إلينا مدير أكاديمية الجهة الشرقية عبر سكايف إفريقيا في حاجة إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية قادرة على ضمان التعبئة المستدامة لرؤوس الأموال يقول جلالة الملك محمد السادس في رسالة موجهة إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين تعتبر أكبر وأضخم مناورة عسكرية تشهدها القارة الإفريقية سنويا الأسد الإفريقي المناورات تنطلق بعد قليل بمشاركة عشر دول تجرى في القنيطر أكادير تانطان تارودان ثم المحبس أسعار النفط تتراجع العقود الآجلة لخامل برينت انخفضت بثمانية عشر سنتا وغرب تكساس بسبعة وعشرين سنتا هل سينعكس هذا الانخفاض على أسعار المحروقات وطنيا وما هي الحلول الممكنة لامتصاص ارتفاع في أثمينة المحروقات يتواصل منذ ستة أشهر على الأقل ضيفنا الخبير الاقتصادي زكريا جارتي أهلا بكم يعودون في الثالثة بعد الزوال إلى قاعات الامتحان نصف مليون مترشح ومترشحة لاختبارات الباكالوريا اليوم انطلقت على مستوى القطب العلمي والتقني والمهني صبيحة الامتحان راسادها عبد الرحيم بحديوي هنا في الدار البيضاء والمتابعة معك جليلة بنفتان توقف الزمن أمام مدخل الثانوية التأهيلية أنوال صباح هذا اليوم ليحل محله الترقب والانتظار آباء وأمهات اختاروا أن يرافقوا فلدات أكبادهم في هذا اليوم الخاص داخل الثانوية إجراءات تنظيمية خاصة تسبق عملية توزيع أوراق الامتحانات كالمعينة للتأكد من أن جميع الأضرف في وضعية سلمة لتأتي مرحلة توزيع الامتحانات على المترشحين والمترشحات هذا السنة هذه عدنا ما يفوق سبعلاف مترشح ومترشحة بما فيهم الأحرار يجتزون هذا الاستحقاق موزعين على 14 مركز داخل هذه المديرية محاربة الغش ضمن الأولويات ملصقات تحدد الوسائل الممنوعة في قاعة الاختبارات في مقدمتها الهواتف النقل والهدف ضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين كيف تشوفوا جميع الإجراءات والتدابير تم اتخاذها يمر الإجراء في الظروف طربوية وصحية سليمة حملية تشوير تتم سواء تشوير الأفقي أو العمودي كان عند المدخل بفرنا لتنامج جميع الوسائل وكانت واحد نقطة لوضع الهواتف النقالة تحسبا لإدخال أي وسيلة غش هي محطة بذاغوجية هما ستستمر لمدة ثلاثة أيام بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني لتليها امتحانات قطب الآداب والتعليم الأصيلة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وينضم إلينا عبر سكايب مدير الأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين بجهة الشرق محمد ديب أهلا بكم سيدي إذن اليوم انطلقت اختبارات الباكالوريا في دورتها العادية انطلقت على مستوى المترشحين من القطب العلمي والتقني والمهني كيف مرت صبيحة الامتحان في وجدة؟ شكرا سيدتي على هذه الاستضافة إذن ما يميز هذا السحق الوطني لسنة 2022 امتحانات الباكالوريا انها الحمد لله تأتي في ظل تحسن الضرفية الحالية التي تعيشها البلاد دينا بسبب جائحة كوفيد-19 مع ضرورة توخيل الحضر واحترام تدابي الوقائية اللازمة مقارنة مع السنة الماضية في هذا الإطار ما يمكن تسجيله من مستجدات لهذه السنة من اعتماد نظام تفويج المترشحين إلى قطبين قطب الشعب العلمية القطب الأول الذي هم الشعب العلمية والمهنية والتقنية وكذلك القطب الثاني الذي هم الشعب الأدبية والعلم الإنسانية والتعلم الأسل ما يمكن تسجيله من تلاقة هذه السابعة بالنسبة للقطب الأول شعب العلمية والتقنية والمهنية الأمور الحمد Ladakh تمر في أجواء جد إيجابية وعادية على مستوى جميع المراكز الإجراء وما نسجيله كذلك من خيارة الإيجابية لجميع الفاعلين سواء بالنسبة القطاع التربية الوطنية أو سلطات ترابية وكذلك أجهزة أمنية وعيئة منتخب كذلك من أهم مستجدات هذه السنة هو المواصلة تكييف لانتحانات البكالورية لبائدات مترشيحين ومترشيحات داوي الإعاقاب حسب الحالة وكذلك اعتماد مراكز السجنية لبائدات السجناء الذي كأحرار كمترشيحين أحرار بالنسبة لجميع أقاليم الجهة على مستوى الأرقام بالنسبة لجهة الشرق فتم تعبئة ما يزيد الـ 5400 إطار موظف وموظفة على مستوى تراب الجهة لتعمل موديلية الإقليمية للاشتغال بـ 153 مركز الإجراء و17 مركز التحيح إلى جانب هذه الترتيبات التي توقفتم عندها سيد محمد ديبة ماذا سيتخذ كإجراء بالنسبة للمترشحين الذين لقدر الله أصيبوا بكوفيد في يوم الامتحان كيف ستتعاملون مع هذه الحالات؟ التعامل معهم إذا ظهرت بعض الأعراض تم تخصص قاعات منعزلة داخل مراكز الإجراء يتم استكمال الإجراء إذا كان المترشحين يستطيع استكمال الإجراء إذا تبت أن الحالة الإيجابية يتم إرجاؤه إلى الدورة السيدراكية التي ستنطلق في 15 يوليوز 2022 شكرا لكم محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية لتربية وتكوين بالجهة الشرقية كنتم معنا مباشرة من وجدة طبعا الباكالوريا هي محطة في الحياة والأهم هو التدبير الأمثل لهذا الاختبار وهنا يطرح سؤال الدعم النفسي أجواء الامتحان تعيشها الأسرة بأكملها ويكفي هنا أن نقف عند مدخل مراكز الامتحان أباء وأمهات رفقة أبنائهم الممتحنين أحيانا ينتظرون إلى حين انتهاء أبنائهم من حصة الاختبار من ورثات نزاب عزيزي الحسن بالعليم بعد أن استحبوا أبنائهم ينتظرون حتى وقت الخروج هم الآباء وأولياء الأمور يرافقون فلذات أكبادهم لاجتياز الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا مواكبة أسرية تشحذ همة المترشح وتدعمه نفسيا تنصح بهم على أساس أنه نقصوا من الضغط النفسي اللي عندهم الضغط النفسي اللي عندهم ديال باكالوريا وتقريبا راشي شهر هذي والاكتر وهم في الدعم الأساتي دماجيزهم بخير الإدارة الطربوية يعني دارت وحد الجدول الزمنية ديال ديال الدعم والحمد لله يعني أنه تنجي معهم تنوكبهم الفاق والصباح بكري وجينا معهم قبل من السبعة لأن مشكلة لكالرطار الوقت دياله تلقوا مشكلة دياله وتندعمهم نفسانيا نحن دابا باقي نتسنى وتنطلبوا لهم النجاح والتوفيق للجميع أكثر من خمسة آلاف مترشح يجتازون امتحان الباكالوريا في إقليم ورززة البداية بالقطب العلمي والتقني والمهني يليه القطب الأدبي والتعليم الأصيل لم نسجل حالة غيش لم نسجل حالة إصدام وحالة عنف بينها مع المترشحين لأننا مرت الأمور في ظروف جيدة وفرنا الماء البارد للمترشحين يبلغ عدد المركز 20 مركز سواء بالعلم القروي والحضروي يبلغ عدد المترشحين 5591 مترشح ومترشحة منهم 2554 من الأحرار ولقد جندت المديرية جميع الأطقام وفرد جميع الظروف المناسبة لكي يمر هذا الاستحقاق الوطني في ظروف جيدة بعد أن انقذت الفترة الصباحية من اليوم الأول لامتحان الباكالوريا خرج المترشحون وكلهم آمال على تحقيق نتائج جيدة فيما تبقى من الأيام فبتوفيق للجميع والقطب الأدبي والتعليم الأصيل يمتحنون يومي الخميس والجمع المقبلين على أن تعلن نتائج الدورة العادية لاختبارات الباكالوريا في الفاتح من يوليوز لكل المترشحين الله يوفقكم فهذا الامتحان الهام ويبقى محطة في الحياة واليوم يتوجه أول وفد للحجاج المغاربة إلى ديار المقدسة لأداء مناسك هاته الفريدة وفي رسالة إلى الحجاج وجه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس جاء في هاته الرسالة أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أصدر تعليماته إلى وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية كي يحرص على توفير شهروط الرعاية والمظاهر الخاصة بهاته الرعاية أثناء إقامة الحجاج المغاربة في الديار المقدسة من أجل الأداء الأمثل لمناسك الحج هذا العام بما يستلزم ذلك من تأطير متكامل دينا وإداريا وصحيا ومواكبة كل الأشواط التي يمر بها الحجاج أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس في رسالة إلى الحجاج المغاربة دعا جلالته إلى ضرورة احترام التدابير والتنظيمات التي اتخذتها سلطات المملكة العربية السعودية لتنظيم موسم الحج هذا العام بأمر من خادم الحرمين الشريفين بعدما تم إلغاء الموسمين الصابقين بسبب ظروف الجائح وقارتنا الإفريقية في حاجة ماسة إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية قادرة على ضمان التعبئة الكافية والمستدامة لرؤوس الأموال وتحقيق الاندماج الفعلي في الأسواق المالية يقول جلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهة اليوم إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين انطلق اليوم في الرباط محمد إسراء آن الأوان كي تقول إفريقيا كلمتها وتأخذ زمام مصيرها بيدها وتتبوأ المكانة اللائقة بها يقول جلالة الملك في رسالة وجهها اليوم إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين والسياديين الذي ينعقد بالرباط جلالة الملك أكد على ضرورة الإقرار بأن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال مازالت دون المستوى المأمول في ظل هيمنة تمويلات وكالات وبنوك التنمية وذلك على الرغم من الجهود المبذولة في القارة الإفريقية على مستوى الإصلاحات المعتمدة في العديد من بلدانها وأكد جلالة الملك في الرسالة التي تلاها الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز القجع أن إفريقيا اختيار وجداني وعقلي في الآن نفسه إنه اختيار واضح وإرادي يجسد التزامنا من خلال العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم التعاون والتنمية الاقتصادية في إفريقيا وذكرت جلالته في هذا السياق بمشاريع إنشاء وحدات إنتاج اللقاحات وإقامة مصانع لإنتاج الأسمذة والمخصبات والتي تهدف على التوالي إلى ضمان السيادة الصحية والغذائية للقارة مشيرا جلالته إلى الجهود المبذولة من أجل تسريع وطيرة الإدماج المالي للقارة والمشاريع الرامية إلى تعزيز سيادة الطاقية للقارة مثل المشروع الضخم لأنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب وتقرير كان بصوت زميل يونس رفيق نبقى معك يونس رفيق نتابع جديد مناورة الأسد الإفريقي هي الأضخم والأكبر أضخم وأكبر مناورة عسكرية تشهدها قارتنا الإفريقية سنويا تنطلق زوال اليوم مناورات الأسد الإفريقي بمشاركة عشرة دول وبشراكة بين القوات المغربية والأمريكية مناورات الأسد الإفريقي ستجرى في القناة تراء أغادير تنطان تارودان ثم المحبس بهدف تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة تهديدات العابرة للحدود والمنظمات المتطرفة العنيفة تأتي الدورة الثامن عشر لتمرين الأسد الإفريقي بالمغرب هذه النسخة التي تدور مناوراتها بكل من أغادير وطنطان والمحبس والتارودانت والقنيطر وبنغرير ستكون أيضا مناسبة لتطوير قابلية التشغيل البيني التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية وقوات الدول المشاركة والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة في إطار متعدد الجنسيات كما تشمل تدريب تمارين المظليين وتمرينا ميدانيا لإزالة الملوثات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية إضافة إلى تمرين مشترك بالذاخرة الحية للأسلحة وتمرينات بحرية وبرية وجوية تشمل طائرات القاذفة وبميزانية قدرت بـ 36 مليون دولار يجمع الأسد الإفريقي لهذا العام 7500 جندي من أزيد من عشر دول من إفريقيا والعالم إضافة إلى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة وفد مراقب يتشكل من 28 دولة كما حشدت هذه التدريبات العسكرية بقيادة فرقة العمل الخاصة بأوروبا الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي 80 طائرة دعم وقوتين بحريتين هذا وتمتد منورات الأسد الإفريقي 2022 على مدى عشرة أيام على أن تختتم في الفاتح من يوليوز القادم في فرنسا نكسة سياسية لرئيس إيمانويل ماكرون نكسة سياسية على ضوء نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية فقد 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 الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية ما سيعقد قدرة الرئيس على الحكم وسيكون على ماكرون أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي خلال الخمس سنوات المقبلة معلقا على النتائج قال الزعيم اليساري جون لوك ميلانشون إن خسارة ائتلاف ماكرون يقبل كل شيء فشل انتخابي للرئيس إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين وصف اختراق الجمعية العامة بمثابة تسونامي في الخبر الاقتصادي للظاهرة تراجعت اليوم أسعار النفط انخفضت أثمنة العقود الآجلة لخام البرينت بثمانية عشر سنة وصل إلى مائة واثنى عشر دولار فاصل أربعة وتسعين للبرميلة وسجل خام غرب تيكساس الوسيطة الأمريكية مائة وتسع دولارات فاصل تسع وعشرين للبرميل من خفاض يصل إلى سبعة وعشرين سنة وما يزال النفط القادم من روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعيدا عن المتناول المتناول لمعظم الدول بسبب العقوبات الغربية بسبب الحرب على أوكرانيا ويأتي هذا التخفيف أيضا من خلال إطلاق احتياطات النفط الاستراتيجية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبيتروف المعروفة اختصارا بأوبك إلى أي حد سينعكس هذا الانخفاض على أسعار المحلوقات وطنيا أسئلة من بين أخرى سنترحها على ضيف الظاهرة المحللة الاقتصادي والخبير الاقتصادي زكريا جارتي أهلا بك زكريا تحياتي أستاذ العزيزة إذن اليوم أسعار النفط بعدما سجلت انخفاضا نسبيا يوم الجمعة تسجل انخفاضا اليوم تقريبا 18 سنت العقود الأجلة لخام البرينت وغرب تكساس تقريبا 27 سنت كيف يمكن أن نقرأ هذا الانخفاض في سياق عالمي لا زالت تطبع الحرب الروسية الأوكرانية سيدتي العزيزة من الصعب التنبؤ هل هذا الانخفاض سيكون طويل أمد بحكم أنه بدأ في الأسبوع الماضي كما قلت في تقريرك مد مدة يعني ما عشتنا وهناك الآن انخفاض البترول دوليا راجع إلى مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي بسبب قيام الولايات المتحدة برفع سعر الفائدة هذه الأسابيع الماضية ولكن في نفس الوقت نازلت هناك تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا شيء الأهم هو عودة الاقتصاد الصيني لنشاطه كما كان سابقا بحكم أن الصين كانت في واحد المدة للحزر الصحي استمرت لأسابيع إذن من الصعب التنبؤ هل هذا سوف يكون مسارا طويل لأمد أو سوف تنخفض الأسعار كما قلتموه وسوف تعاود الارتفاع في الأسابيع المقبلة واشنفهم من كلامكم سيد زكريا أغيرتي أن الأسعار ستواصل في السوق الوطنية ارتفاعها لأنه ما نشاهده اليوم في محطات البنزين أنه سعر الجزوال يتجه إلى تقريبا 16 درهم والبنزين نحو 18 هل نتوقع أنه ستستمر هذه الزيادة في الأسعار؟ يجب أن ننتظر تقريبا 15 يوم كل 15 يوم نشوف ما يحدث في السياق الدولي حتى ينعكس ذلك على المغرب أتمنى أن يكون واحد تراجع هذه الأسعار نقط في الأسابيع المقبلة لأن هناك هذه الأسعار بدأت تصبح مرهقة واشهد التمني الخبير الاقتصادي عنده معطيات؟ هناك مخاوف من الركود في الولايات المتحدة واتجاه أوبك ربما أو أوبك الذي رفع إحتياطتها أو إنتاجها من النفط فذلك قد ينعكس إيجابا على أسعار النفط في المغرب وفي العالم بأكماله ولكن أنا أعتقد أنه يجب أن ننتظر على الأقل أسبوع إلى عشر أيام حتى نعرف هل هناك واحد تندنسة من فون أو لا هذا التوجهز الخبير الاقتصادي زكريا جارتي هناك نسبة كبيرة من الخبراء يشاطرونك نفس التوجهز كلك يتقول لك أنه ممكن سعر البنزين يوصل إلى عشرين درهم ويقدر يوصل سعر الجازوال إلى عشرين درهم وفوق سعر البنزين عشرين درهم واشهد شيء ممكن توقعه في الأيام مؤمنة؟ ممكن لأنه لا شيء هناك عدد من تقلبات التي تحدث يوميا سواء سياسية سواء اقتصادية سواء عسكرية في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا والتي قد تقلب كل التوقعات رأتنا على عاقب حتى أن مدراء البنوك الفيدرالية الكبرى في الولايات المتحدة أو البنك المركزي الأوروبي كل مرة تدروا توقعات ويتراجعون عنها في ظل هذا الحقيقة التي توقفت عندها زكريا إلى أي حد ممكن أنه تكون حلول واقعية لامتصاص هذا الزيادة في السوق الوطني طبعا موجود حلول سيدتي وأول شيء بعدها كل أزمة اقتصادية أو اجتماعية لا تحتاج فقط إلى حلول بقدر ما تحتاج إلى نقاش وهذا جيد أنه يكون هذا النقاش عام مفتوح ونحتاج إليه في قناة مهمة كقناة دوزم أولا هناك أشياء يمكن أن نقوم بها آنيا أولا الحكومة عندها إمكانية واحد القانون اسمه قانون الأسعار والمنافتة المادة الرابعة منه تقول أنه يمكن أن الحكومة تتخذ قرارا يخص واحد المادة معينة إذا كان هناك ارتفاع كبير ديالها إذا ممكن قانونيا تسقيف الأسعار والحكومة عند هذه الإمكانية بتشاور يعني نقدروا رجوع التسقيف لمدة ديالستة أشهر يمكن يعادتها لمدة ستة أشهر يعني الحكومة عندها هذه الألية في الدارة عندها هذه الألية أولا ثانيا هناك ألية أخرى التي تتعلق بدعم مباشر مثلا دول قامت به فرنسا قامت لمدة أربع أشهر بواحد دعم مباشر كانت 15 سنتيم ديالأوري يعني درهم ونص للمواطنين اللي هم تأترو بزهر من ارتفاع أتمان النفط هناك أيضا الشركات الخاصة في فرنسا يمكن أن تقوم بدعمين يعني بحال اللي قامت به الدولة في بريطانيا مثلا الحكومة البريطانية سنت واحد ضريبة إضافية ديال 25% على يعني أرباح شركات المحروقات حتى تساهم أيضا في الدعم المباشر أو دعم المواطني لتكسيم فرودة على أصحاب محطات البنزين ممكن لتكسيم فرودة على أصحاب محطات البنزين ممكن على محطات البنزين لكن أيضا على شركات توزيع المحروقات هذه أمور يمكنها الدار هناك أيضا نقاش أخر حول تخفيض الضريبة لا سامير سوف تحدث عنها تخفيض الضريبة لا سامير يا شيء مهم يعني أنا سعيد أنك هدرت على هذا الموضوع سيدتي لأن لا سامير هي تتبين بعض الهفاوات التدبيرية التي كانت في وقت ما والتي اليوم ندفع الثمن كبير ديالها كينجوج أشياء كين لا سامير والتي كانت تقوم بتكرير النفط وتخليه محليا أنا لن أكون شعبويا وخاكو كانت لا سامير تخدمها مزيان ما يكونش الثمن ديال الجازوان أحنا نشوف الآن أسعار تقريبا 16 ولكن لا سامير كانت تمكن من تخلي الهامش ديالربح اللي هو دياللغافينا ديالتكرير يبقى في المغرب وتقريبا ما بين ديالهموز وجوج ديالهم لكل لتر أيضا كينواح المشكل البنيوي ونحن يجب أن نتحدث عن المشاكل البنيوية وهي المتعلقة بتخزين المحروقات بعجالة الشركة الخاصة لا تحترم ما كان يجب به القيام لتخزين بنية تحتية لتخزين وحتى باعترف سيدة الوزيرة سيدة ليلة بن علي هالبنية لتخزين تتعدق 20% من الحاجية ديال المغرب بينما يجب أن تصل إلى 60 يوم عفوا ديال الحاجية ديال المغرب ديالتخزين وشركة لاستهمية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في ذلك بحكم أن تتوفر على جوج مليون متر مكعب ديال البنية التحتية ديالتخزين نقاش أكيد أنه سيظل مفتوح هنا في الوقت الراهن على الأقل شكرا لكم الخبير لاقتصادي زكريا جارتي على كل هذه الإضاحات شكرا وتتابعون اللحظة في الشق الثاني من الظاهرة مخاطر التسحر في بيئتنا مع ناديا اليوبي بعد قليل وروبورتاج الفقرة من زاقرة الحزام الأخضر لمواجهة زحف الرمال في ركن الظاهرة تحضر معنا اليوم الفنانة المغربية نيتع القائمة تلتقي بضواء هذا المساء في حفل اليوم العالمي للموسيقى في مواجهة التسحر حزام أخضر في زاقورا هو الآن في توري الإنجاز يمتد على مسافة تصل إلى 300 هكتار من أجل غرس أكثر من ألف شجرة نزاب عزيزي الحسن بالعلي الرمال تزحف على زاقورا والنواحي بفعل عوامل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التسحر تتدخل حاليا ومستقبلا بعملية التثبيت البيولوجي والميكانيكي نقوم بتثبيت ما يناهز 500 هكتار بتكلفة إلى 20 مليون درام على مستوى الجماعات زاقورا ومحميد الغزلان وفزواطا بالإضافة لهذا تقوم من درية بتخليف بتخليف الشجار للطلح الصحراوي على مساحة 500 هكتار بتكلفة 11 مليون درام إلى جانب التثبيت والتخليف الحزام الأخضر مشروع إيكولوجي كبير لحماية الإقليم من زحف الرمال ومن التسحر حزام يمتد على 300 هكتار يروم غرس 120 ألف شجرة ويستخدم الطاقة الشمسية لضخي مياه السقي هذا المشروع هذا يمكن نقوله بأنه بيئي 100% حيث أنه كين الغرس الأشجار لغوب الزمون وكين تستعمل المياه العادمة يعني المياه النتجة عن المياه المستعملة في الإقليمية المتصفية ديلا والسقي ديلا لأد الأشجار هذا الحزام الأخضر هو تقدم لنا مجموعة من الإجابات حول ضايرة التصحر وزحف الرمال اللي كتهدد المنطقة خصوصاً أنها منطقة جرفة وصحراوية وأيضاً هو واحد المتنفذ طبيعي يعني للساكنة يعني واحد شاريط آخر موازيل شاريط جلوحة الأشغال شرفت على الانتهاء إذ بلغت نسبة 97% حزام سيحصن ضد التصحر وزحف الرمال وسيشكل أيضاً فضاء أخضر لممارسة أنشطة رياضية وترفيهية وظاهرة التصحر تستوقف ناديا اليوبي في بيئتنا أهلا بك ناديا أهلا بك سنة أوب المشاهدين إذن العالم احتفل نهاية الأسبوع باليوم العالمي لمواجهة التصحر إلى أي حد المغرب متدرر من هذه الظاهرة العالمية صراحة ظاهرة التصحر هي التطال للأسف مساحة شاسعة في المغرب حيث تقلصت رقعة المناطق التي كانت تصنف مناطق ذات مناخ رطب في الفترة ما بين 1961 و1986 تقلصت لتتحول إلى مناطق ذات مناخ جاف وقاحل إذن نسبة التصحر سناء للأسف هي تزيد كلما كان المناخ جافاً ومواكباً بفترات جفاف طويلة وكذا كلما كانت التربة فقيرة من المواد العضوية وأكثر عرضة للإنجراف 32% من أراضي العالم الجافة موجودة بإفريقيا فيما 73% من الأراضي قد أصابتها للأسف التعري للزراع وقد أصابتها للأسف التعري أما على المستوى الوطني فأكثر من 90% من الأراضي هي ذات حساسية جد مرتفعة إلى وأكثر من المناطق بل هي هي أكثر المناطق تأثراً في هذه الأماكن هنا يجب أن نشر أيضاً سناء إلى أنه التصحر في المناطق الجنوب الشرقي في المغرب كما أشارت إلى ذلك الزميلة نزها بعزيزي هي تتأثر أيضاً بزحف الرمال هو يؤدي بشكل كبير المناطق الزراعية أمام هذه الظاهرة هناك جهود تبذل على مستوى الدولة لمواجهة زحف الرمال ماذا أنجز وطنياً؟ نعم على المستوى الوطني هناك العديد من المخططات والمغرب قد وطع سنة 2020 مخططاً وطنياً للجفاف بالإضافة إلى النموذج التنموي الجديد الذي تم إعداده بتوجيهات ملكية سامية والذي وضع من بين أولوياته عدداً من الرهانات من بينها تدارك ما يناهز ثلاثين سنة من تدهور الغطاء الغابوي المغرب إلى جانب ذلك وضع خطة عمل عشرية 2015-2024 الهدف من هذه الخطة مكافحة التصحر عن طريق تثبيت ثمانية ألاف هكتار من الكتبان الرملية الساحلية والقارية لحماية مئتين وأربعين ألف هكتار من الأراضي المهددة مباشرةً بالترمل وأيضاً مئة وعشرين كيلومتر من مقاطع الطرق في عشرة أقاليم كما تستهذف هذه الخطة التي نتحدث عنها الآن خطة العمل الحد من التعرية المائية على مستوى ثلاثة وثلاثين حوضاً مائياً من خلال إنشاء مليونين متر مكعب من سدود الترسيب وتشجير مئة وتسعين ألف هكتار إذن ونختم بالقول هنا إلى أن زحف الرمال الذي تتسبب فيه الرياح في المناطق الجنوبية الشرقية كما أضفنا كما أبرزنا إلى ذلك في البداية هو من بين أبرز تجليات التصحر لذلك في كل مرة ننادي بدرورة التشجير بدرورة عدم قلعة المشيطات الأشجار لأن له دور جد مهم في الحد من هذا التصحر شكراً لك نادية وإلى الإثمين المقبل للتعرف والتعريف أيضاً بالمؤهلات السياحية لجهة طنجة طوان الحسيمة نضم النادي الملكي للدراجات النارية النسخة الأولى لتوافي الشمال بمشاركة تسعين دراجاً زاروا طنجة شفشاون ثم الحسيمة والعرائش فؤاد العزوزية ومحمد حجوف فاضل سادوني من طنجة العالية كانت الانطلاق مروراً بودلة والجبهة عبر الطريق السحلي وصولاً إلى مدينة الحسيمة هم أعضاء النادي الملكي للدراجات النارية وعددهم تسعون دراجاً يشاركون في النسخة الأولى من طوافي الشمال الحمد لله احنا متواجدين في مدينة الحسيمة تبارك الله كان المشوار جد ممتع مناظر خلابة زيما البلد دينا اكتشفنا بزفد الحويج للأطور اللي نضمو هات المسيرة نتعرف على بزفد المناطق دينا المغرب دينا اللي احنا كمغاربة متنعرفوهمش الحمد لله الأمور تدوج بطريقة منظمة وتتكون لسيكوريتي وبشكل آمن طيلة ثلاثة أيام قطع المشاركون في طوافي الشمال للدراجات النارية مئات الكيلومترات زاروا خلالها عدداً من قرى ومدن شمال المملكة والهدف التعرف ثم التعريف بما تزخر به بلادنا من مؤهلات طبيعية وسياحية الناس عجبون من الصفار وتتمتعون بمناظر الخلاب للمغرب وخاصة الطريق اللي ديوزنا منا هي طريقة قاروية تعدوية الناس استفدت من مناظر دينا هذا طواف الأول بالنسبة لنا إن شاء الله العام الجاي غيكون طواف على مستوى عالمي باش يحضروا جميع الدراجين من أحق العالم والمحطة النهائية لطواف الشمال كانت مدينة العرائش قبل عودة الدراجين إلى مدنهم أمس بعد أن قطعوا مسافة تزيد عن 700 كيلومتر اكتشفوا خلالها جمالية بلادنا وما تزخر به جهة طنجة تطوان الحسيمة من مؤهلات طبيعية وسياحية أصول والدها من تنغير والدتها من الدار البيضاء هي نيطع القايمة المغرب بالنسبة لها هو البلاد الأصل أجداد الهوية تقول نيطع قايمة في المغرب تاريخ اليهود المغاربة والمغرب بالنسبة لضيفتنا هو البلد الذي يحافظ على التعايش بأسمى مظاهره بين الأديان السماوية نيطع القايم ضيفة ركن الظاهرة شهر إحنا كانت سندا وكا نيطع مرحبا بك أهلا بك مرحبا مرحبا أهلا بك نيطع شكرا لك على الاستضافة إذن اليوم ستتلاقي بداوة هذه الليلة ماذا تعني لك تدار بدا نيطع؟ أنا فرحانة بزاف أولا نكون هنا معك وإحنا دائما هتروف في الانستغارية وخصوصا هاد الليلة تكون مهمة جدا ليا حيث ماما خلقت هنا في در البيضاء وأنا مرالوليا نجي مع البروجيكت أرتيستيك ديالي ونعرض على الجمهور ديال المغرب جمهور مغربي كيار جنيتها على الخير إيه ومشي مرالولا كنعرض هنا في المغرب ولكن هاده مرالولا مع البروجيكت ديالي مع راجلي عامية حي كوين اللي ينتاج الزمال الترتيب ديال الموسيقى ومع الفرقة مغربية كل شي من هنايا والبروجيكت التاني أنا معروضة حتى الأقادير في 30 ديال جولاي في المهرجان الأقادير كالتشورز مع الكونكت انستيتوت دونك هادو جوج حفلات اللي أنا بغيت نعرض على المغربة مرحبا ميني كاسكوني جاي البلادك كما كتقولي دائما كتقولي أنا جاي البلادي ميني كاسكوني جاي شنو كتعني لك يعني ترجعي للدار بيضا تشوفيتين غير شنو كيعني الناتا أنا تنشوف رأسي بين الناس هنا يا زعمى الديين اي ديالي أنا تنجبالك وماناتن زعمى وخا ما كبرت هنا يا وخا احنا مغربة ديال 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 ديالس بورا ديال ما تنحسو يعني قلبنا زعمى كنحبول البلاد وكنحبول الموسيقى والثقافة وكبرنا على كيف تحافظي نتاع على هذه الموسيقى بعد اللي هجل بغربية تبارك الله عليك كيف تحافظي على هذه المسألة صعيب شوية تشوفي أقولت ديالما تضرب اللغة في وصحة هضرية بالداريجة اي انا ضرب الداريجة حيث انا ماشي سكن هنا يا وغير نبقى شوية وتخرج لي مزيان الهدرة ولكن دابا شوية انا اي انا مزيانة جدا في الموسيقى انا ديالما تنسمع الموسيقى المغربية وطبعا عندي كمان احتى اه انفلوينسي ديال الجيز ديال البوب ديال الروك ولكن اه هادا الحاجة اللي كاندير انا تنخذ تأثير من الموسيقى القديمة ديال المغرب والموسيقيين والملحينين زهور الفاسية كرمتها ديرنا التكريم للفنانة زهرة الفاسية قبل ست سنين وزعما من هاد الوقت بديت نغني هاكما ما ولات معروفة بزعف هاكما ما ارتبطت ببناتها هتغنيها انا فرحانة غدي نغنيها اليوم ونغني بزعف دي الأنواع مختلفة من كل زعمال تعثير دي الموسيقى المغربية شوية من شمال من جنوب واحتافل مع الروك وجاز وبوب وان شاء الله انا تنبغي بزعف الجمهور المغربي يتابعوني ويدفعوني ديما وان شاء الله يجيوا ويعجبون حتى قافة المغربية ديالك وليك تحافظ عليها حتى لذابا وش كتعطيها لبنتك انا ما عندي لبنتك عندي جوش داري وليدات وان شاء الله ايه انا جيبتهم معي ديما انا تنبغي نعبيهم معي السبكتاكل في كل العالم وهذه الرحلة هنا في المغرب دابا كان مهم جدا اللي باش نجيبهم يسمعون اللغة ويهدرووا شوية حتى هما بالعربية ديالنا ويشوفوا يريحوا يشموا البلاد ويحسوا براسهم جامعة في الدر شكرا لك نتا القايم شكرا على الاستضاءة شكرا لك لانك شرفتنا اليوم في فرقنا الظاهرة شكرا لك شكرا لك الله يبارك فيك ان شاء الله وفقا في الليلة اللي ستتقي مع بي داوة شكرا مرحبا بكم في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظاهرة اختبارات الباكالوريا في دورتها العادية يجتازها نصف مليون تلميذ وتلميذ اليوم انطلقت بالنسبة لمترشعي القطبة العلمي والتقني صباحة الامتحان رصدناها من مدينتي من الدار البيضاء وبرززات وربطنا الاتصال بوجده لمدير الأكاديمية بالجهة الشاقية افريقيا في حاجة إلى صناعة استثمارية افريقيا حقيقية قادرة على ضمان التعبئة الكافية والمستدمة لرؤوس الاموال يقول جلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الافريقي للمستثمرين السياتيين تعتبر أكبر وأضخم مناورة عسكرية تشهدها قارتنا الافريقية سنويا مناورات الأسد الافريقي تنطلق بعد قليل بمشاركة عشر دول تجاه في القنيطرة في أغادير تانطان تارودان ثم المحبسة أسعار النفط تتراجع العقود الآجلة لخام البرينت انخفضت بثمانية عشر سنة خام غرب تكساس بسبعة وعشرين سنة هل سينعكس هذا الانخفاض على أسعار المحلوقات وطنيا وما هي الحلول الممكنة لامتصاص ارتفاع في أثمرة المحلوقات يتواصل منذ ستة أشهر أسئلة طرحناها على ضيف الظاهرة الخبير الاقتصادي زكريا جارتي لهذا نقول قد وصلنا إلى ختام نشرة الظاهرة الموعد الإخباري القادم أمازيغي في الثامنة والربع مساء أفوسواغ الليلة مع إحسان بن بلو المسائية في التاسع والربع ليلا مع الزكريا إيت عبد المشيد إلى الغد إن شاء الله اشتركوا في القناة